كتير مننا ما ببقاش فهمة أولوياتي أو احتياجاتي صح يعني فعلا بنقعد نتخبط وزي ما حديك قلت دي معلومة مهمة أو يا جماعة اللي هو لما بيحصل لي حاجة بعد الجواز بيرجع لي flashback لحياتي وأنا صغيرة لمشكلة حصلت لي في علاقة عاطفية في سن المراقة لمشكلة أنا وقعت فيها فأول ما ده حصل فده run يعني الدوق لحمة بيجيب التريجر المثير المثير بيثير حاجة قديمة عندي بتتفتح على طول بالزبط طيب أنا دلوقتي ست وعايز أعرف أنا إزاي أحط إيدي على أولوياتي أو احتياجاتي يعني أعرفي بتتخنقي على إيه يعني دايما لما بيجي لنا الكابلز أو الأزواج أو الناس المخبلين على الزواج مثلا عندهم مشاكل وعايزين يصلحوا العلاقة أو 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 المتزويين حتى بنقول لهم أكتر حاجة واضحة فوق الوش أنت بتتخنق عليه وانت بتتخنق عليه فأنا بتخنق على الحاجة اللي مش متلبية فعندي احتياج عايزه وانت بتتخنق على الحاجة اللي مش متلبية لأنه عندك احتياج وانت عايزاه فدايما سكنا طرف الخيط على طول أمسك طرف الخيط علشان أعرف أحفر في النفس البشرية في العقد الباطن جوه أقدر أعرف هو فيه إيه جوه أنا بتتخنق عليه برا بقول إن أنا محتاجه مش لقيه فأبسط حاجة لكل اتنين إن هما يعرفوا هو أنت بتتخنق عليه دايما يبقى أنت ويبقى أنت دي حاجة أنت بحتاجها جوه على طول تمسك طرف الخيط هتلاقيها جوه ممكن تبقى محتاج مساعدة من حد شوية أولويات معظم الستات مش هقولي بقى لكل بس يعني غالبا أول أولوية الاهتمام هنلاقي دايما كل المشاكل الزوجية وكل المشاكل حتى ساعات في الخطوبة قبل ما يتجوزوا حتى اللي هو أنت ما بتهتمش بي أنا نزلت وخرجت وجيت ما قلت ليش ما اتصلتش بيه قلت أنت روحتي ولا لما جات مناسبة ما فكرتش أن أنت أول واحد تقول لي كل سنة وأنت طيب أنا عايزة أحس أن أنا رقم واحد في حياتك دايما الستات عاطفية أكتر أنا بقى بعايزة أحس أن أنا كل حاجة عند الراجل اللي بحب ده غلط هل ده حرام هو ده حرام ولا عيب ولا فيه غلط إنما أنا عارف أنه فيه وعي جمعي وبيقول الكلام ده والاهتمام ما بيتطلبش ولا كنت مهتمة كنت عرفت لوحدك وشوية أنا ما بنقولش الكلام ده بس هي دايما الست بتجري ورا الرعاية والاهتمام يقولها أنت حلوة قوي النهاردة إيه ده الله لو شعرك حلو مالك كده النهاردة أمورة أنت رحها في اللقاء متأخريش عشان بغير عليكي الاهتمام